أهلا بكم مع آخر التطورات الميدانية في سادس أيام الحرب الروسية على أوكرانيا القوات الروسية أطبقت الحصارة على مدينة خريسون جنوب أوكرانيا حيث أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات الروسية تتقدم من جهة مطار المدينة إلى طريق نوكولايف السريع أما في مدينة ماريوبل فقد أعلن عمدة المدينة عن استهداف محطات توليد الكهرباء بالتزامن مع قصف من عدة مناطق يستهدف المدينة بالقرب من العاصمة كييف أعلنت السلطات عن مقتل عدة مدنيين في قصف جوي على أحياء العاصمة كما شهدت الأجزاء الشمالية قصفا مكثفا براجمات الصواريخ من جنوب أوكرانيا إلى شماليها حيث أعلن رئيس إدارة الدولة الإقليمية في مدينة سومي مقتل سبعين جنديا أوكرانيا باستهداف صاروخ لوحلة عسكرية في منطقة أختاريكا وفي تدور يظهر تصعيدا روسيا عسكريا أظهرت صور التقطتها أقبار صناعية رتلا عسكريا روسيا هائلا يبلغ طوله نحو سبعة وستين كيلو متر يتقدم صوب العاصمة الأوكرانية كييف التي جعلتها روسيا هدفا عسكريا لها في هذه العملية ونشرت الشركة الأمريكية المتخصصة بالتصوير بواسطة الأقمار الصناعية ماكسار هذه الصور وأرفقتها برسالة قالت فيها بأن الرتلا يمتد من تخوم مطار أنتونوف في الجنوب إلى تخوم بريبريسك في الشمال سوف نواثيكم بآخر التطورات على الساحة الأوكرانية في أمان الله